مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع خاصة في فصل الشتاء في كندا كل واحد لازم ينتبه على تشييك الوذر التقس بتغير كتير درجة الحرارة احيانا بترتفع احيانا بتنزل ويعني فيه شغلات مهمة خاصة شو تلبس اليوم شو تلبس الولاد هذا مهم جدا عشان هيك في عندنا موقع مشهور في نورث امريكا اسمه weather network weather network او شبكة الجو بتدخل بتدخل البوستال كود او بتدخل اسم المدينة وبعطيك عادة الوذر اللي موجود اليوم وبكرة وعشر ايام او 14 يوم بتقدر تاخد بالساعة بس فيه شغلة مهمة بدي احكي لكم عنها وليزم تنتبه لها اللي هي feels like المشكلة هون في الهواء خاصة لما يكون بارد اللي هي عامل الرياح عامل الرياح لما تكون في رياح عالية الجو بتكون درجة الحرارة مثلا تحت 30 تحت الصفر بس feels like 50 يعني حوارجي كل يوم الآن بعض الشغلات اللي موجودة في ادمنتون كانت درجة الحرارة 30 بس feels like 50 وهذا الشعور لانه درجة الحرارة مع الرياح بتزيد البرد فلازم تنتبهوا للfeels like لانه هو هذا الحقيقي حتى في احد اليوتيوبرز بيحكي انه انا مش عارف ليش في كندا بحطوا درجة الحرارة اللي هي minus كذا ما بحطوش الف feels like لانه درجة الحرارة الفعلية اللي هي feels like يعني احيانا تشعر ان رجليك صارت تتجمد مع انه انت لابس بوت تبع ثلج يعني مقاوم للدرجة الحرارة 30 بس لانه انت مش لابس مثلا جرابين صوف ومش لابس double طبعا الايديا او السكرتس في كل هذا الموضوع انك تلبس طبقات احنا بسموها زي البصل يعني بتأشر شوي بتأشر بتأشر لهي الطبقات يعني يمكن تلبس جربان واحد صوف مايكفي بس تلبس جربانين مش صوف احسن من جربان الصوف فهو كل الموضوع انه كيف انك تحافظ على درجة الحرارة داخل الجسم وعادة بيستخدموا شغلة اسمها ثيرمل ثيرمل هاي كتير مهمة هي نايلون مش صوف نايلون بتحفظ الحرارة بتمنع انه الحرارة مش قطن ترى القطن ببرد في القطن كويس للصيف بس مش قويس للشتم حبيت اعطيكو بعض هاي المعلومات ونراكم ان شاء الله في حلقة اخرى وسلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علينا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد